أكد الاسفير للصيني بالقاهرة أن مصر ستصبح أول دولة إفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي مصر سات إثنين مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز بشكل كبير من عملية تطوير صناعة الفضاء في مصر اليوم نشد تسليم نموذجين قمر الصناعي مصر سات إثنين إلى مصر الصديق ولعل هذا الانجاز الكبير هو من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصلها رئيسان البلدان رئيس سيني شو جيمين ورئيس مصر عبد الفده السيسي وتعد القيادة الاستراتيجية ورعاية الشخصية من قبل رئيسان البلدان نحن حققنا هذا الانجاز كبير وهذا البرنامج يمثل علامة فارقة لتعاون الصناعي خاصة في مجال الفضاء أولا إن مصر هي أول دولة تسلم الصناعي لها مشروع التعاون حول قمر الصناعي في خارج الصين ثانيا مصر هي أول دولة تتعاون الصناعي معها لكمال التشغيل التجريب الواسع النداق لقمر الصناعي في خارج الصين ثالثا الصين استخدمت المنشآت معانية لتدريب الكفاءات المصرية كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل التصميم واختبار والتجميع وتقييم القمر الصناعي هذه نقطة مهمة جدا جدا لأن مصر ستكون لها قدرة مستقلة لاستخدام هذا القمر الصناعي النقطة الأخيرة أن مصر سوف تصبح أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكميل واختبار الأقمار الصناعي بعد اكتمال هذا المشروع اشتركوا في القناة